اشتركوا في القناة ولقاح شركة ايفايزر وبيونتيك ولقاح استرازينيكا والتي يتم توفيرها بالشكل مجاني للمواطنين والمقيمين وهو ما يؤكد حرص الجهود الوطنية للحفاظ على الصحة وسلامة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع وجاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمة الصحية على اللقاح وإتاحة استخدامه استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة إذ باشرت الهيئة فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته والتي توضحها التجارب والدراسات السريرية كذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبين جودة التصنيع وثبات المنتج وإضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد جي أم بي حسب المعايير الدولية في صناعات الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة كما أخذت الهيئة رأي لجنة البحوث السريرية والمكونة من المختصين من الأكاديميين والأطباء والمسؤول عن الموافقة على التجارب السريرية وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية قررت الهيئة الموافقة على اللقاح والسماح باستخدام الطارئ له وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه أوضحت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك